احنا كده عندنا لما نقول انسكتز ديزيزز او بيبول يوشوالي يقتلون الاشجار يعني دول بيقتلوا الاشجار يبادي يغمنا مبنية للمعلوم بتعبارها هنحققها علمية يبقى كيف طبعا احنا قلنا هاز غلط علشان الفاعل جمع ستة وتلاتين رودينا ريميمبرز الاول قبل ما نبدأ احنا عارفين ان الدرس بتاعنا عيبه الوحيد انه متعلق بقواعد برا الدرس يعني انت لازم تبعارف قانون ريميمبر بيجي بعدها ايه علشان تعرف هتختار المجهول بعد ريميمبر او المعلوم عامل ازاي احنا عندنا ريميمبر بيجي بعدها اي انجي لو الجملة معناه تذكر انه فعل او تذكر ان الشيء حدث في الماضي ريميمبر بتاخد طول مصدر لو الجملة معناه يتذكر انه سيفعل في المستقل يعني شبه قانون ريجريت فانت الاول جاب لك طول مصدر وجاب لك اينجي انت هتحدد المعنى الاول الرودينا تتذكر انها دعية لحفل الزفاف فخلاص يا دعية في الجملة ماضي فمعاك يا انفايتنج يا بينج انفايتت فانت ترجمتها دعية مجهول يعني هنا ده بينج انفايتت هي دعية في الماضي وكمان مبنية للمجهول اترانسمتر اللي هو الجهاز الارسال وجده مخبأ في الباثروم اللي هو الحمان فانت هتقول مخبأ مخبأ مجهول فانت طبعا هتدور على was hidden فطبعا هقولك was found ده فعلي اساسي بداخل على الجملة ممكن تبصله على انه فعلي زيادة لضمير وصل محزوف which was hidden وممكن تيجي من اليمة التانية اتبقى hidden بس وممكن تيجي من اليمة التانية تبقى be found انه بيجي الفعل find بيجي بعد صفة انت بتقول find it hidden ات لو وقفت اول الجملة اللي هو الجهاز الارسال يبقى زي جهاز الارسال وجده مخبأا صفة يبقى be found آآ زائد صفة الجملة اللي بعد كده طبعا يا ولاد احنا عندنا قلنا which means في الدرس بتاعنا متعلقة بان بيجيب لك جملة مبنية للمعلوم او جملة مبنية للمجهول وقل لك هات ما يسوا في المعنى فبتلاقي الاختيارات اختيار واحد بس اللي الزمن بتاعه صح والتركيبة صحة هنا بيقول لك who looks after your garden مين بيعتني بحديقتك طبعا هنا بيقول لك which choice give the same meaning طبعا من يعتنى بالحديقة ازاي يعتنى مجهوله والحديقة بعدها مفعول وده غلط whom looks احنا عارفين اساسا هوم سواء اداة استفام او ضوير واصل يجيب بعدها فاعل تمام who does your garden look after من الحديقة تعتني بيه طبعا ده مبني للمعلوم does معلوق افتر يديك معلوم فبالتالي جملة غلط لكن بواسطة من is your garden looked after بوسطة من يعتنى بالحديقة يبقى نفس المعنى هنا طبعا هوم غلط بتسأل عن المفعول ازاي تسأل المفعول وبعدها فاعل مبني للمعلوم يبقى انت كده معاك الجملة غلط i have a toyota انت واخد ان have نفسها مش بتنحط في الاستمرار يعني انت واخد مش بتنحط في الاستمرار لو هو معنى يملك مش بتنحط في المجهول كلفظ هاف نفسها طيب انت هنا بقى لما بتيجي تعملها المجهول بتعمل ايه بتحولها للمعنى اللي بتساويه فقالك لا يوضع هافك لفظ في المجهول ولكن يحول ايه لمعنى هافك انت هنا تمتلك يبقى the toyota او a toyota is possessed by me تمتلك بواسطتي احنا لو بصينا على ان b possessed بتساوي be owned الجملة اللي بقى اكتبت بتقول i am always chosen to represent my school انا دائما يتم اختياري لامثل مدرستي طبعا الجملة am chosen مجهول في المدرع البسيط فطبعا تعالى بقى اتابع معايا تحت انا يتم اختياري اه لو مثل المدرسة يبقى they always لحبيت راجع معلومة they always choose me مدرع بسيطة هو راجع المكان المفعول راجع مكانه اه دي صح مبدئيا نتعا نشوف لو فيه معلومة تانية صح i am always choosing كده مدرع مستمر الزمن طير الجملة i am always being chosen مجهول في مدرع المستمر الزمن طير الجملة my school is always choosing مدرستي دائما تختار لكي تمثلني طبعا انت كده عكست المعلومة يبقى هي كده اول واحدة بس لصح طيب my is helping me with my with the cooking my بتساعدني في عملية الطهب طبعا ده معلوم ورا مفعول مدرع مستمر يبقى معناها i cook on my own انا بطبخ بنفسي لا هي المفروض i am cooking with my انا بطبخ مع مي طيب i help my لا بالعكس هي اللي بتساعدني i am being helped with the cooking by my ايوة طبعا هو نفس الجملة المي بقت اي اول الكلام مدرع مستمر ينقسم i am being with the cooking by لكن i am helped مدرع بسيط الزمن مختلف يبقى الجملة غط نجي بعد كده اسراء will give me a hand انت لازم الاول تعرف يعني ايه will give me a hand will give me a hand ده على بعضها معناها هتتساعدني will help me فبالتالي في جمل معناها تتماشى مع نفس المعنى والزمن لازم يبقى نفس الزمن يعني i will be helped with the housework انت لو قلت ان الجملة معناها will help me الميع تبقى اول الجملة i will تبقى will be help تصريف تابت فدي صح مبدأي طب اسراء will help me وهو ده معناك جملة هتساعدني اذا هو صح برضو i will be given اسراء زي ان انا هتديني اديها لا اعمل بها ايه اديها يبقى ايه ام بيهما ايه صح please arrest terrorists طبعا الجملة مدارع مبني للمعلوم وراها المفعول بتاعها الشرطة بتقبض على الارهابيين تعال ايه ابني للمجهولين فانقول terrorists المدارعين قسم where arrested غلط terrorist arrest by زي by وما فيش بيه التصريف الثالث غلط لكن terrorists get arrested بتسوي are arrested انا اديت لكم ان قانون المجهول بجت لازم يبقى عاقل جت تصريف الثالث او عاقل بيه التصريف الثالث طبعا بيه انسي غلط تماما هنا بقى بيقولك never allow لا تسمح لي طبعا انتو عارفين انه never نفي قوي او نفي مؤكد never allow others to laugh at you ان يسخروا منك طبعا انت عندك never allow مفعول طول مصدر اللاو مفعول طول مصدر ابني للمجهول فالابن الاو و let طبعا never they don't بس don't عشان هو نفي ضعيف فلو حطيت at all هتدي معنى مطلقة don't مع at all تدي لك معنى never فلو قلت let don't let others laugh at you at all اديت معنى never يبقى جبنا دي صح ولو قلت don't let others laugh at you بس اديت معنى اللاو وقانون let في الحالتين صح let مفعول مصدر وممكن تنفي بقى never let yourself be loved يبقى هنا بناها للمجهول لا تسمح لنفسك ان يسخر منك للضمير منعكس مجهول بدون تو اذا انت عندك التلات جمعة صح يبقى a b and c correct هنا بقى تعالوا الاول ناخد قبل ما نقرأ الجملة نقرأ قانون c انتعارفين ان c وزيها watch وزيها here وزيها notice لو جيب عضو مفعول والجملة بتعبر عن جزء من الحدث بتبقى ing انبنت لي المجهول يعني بدأت بالمفعول وحنخلت c تبقى b scene ال ing بتفضل ing قلتلك اللي بتعمل مشاكل الحدث الكامل ان c و b c لو جي بعدهم حدث كامل بيبقى مصدر في المعلوم وبعدين تو المصدر في المجهول تعالوا بقى نشوف الدنيا هنا عاملة ازاي بيقولك i see this old man crossing the road every morning يعني انا بشوف الراجل ده بيعبر الطريق كل صباحي براجل اللي بيعبر الطريق فمنفعش اقول i see this man by crossing حطت بايلين ولا this man sees me هو اللي بيشوفني عكست المعنى ولا i cross the road every morning دي بعيدة عن المعنى خطف this لكن this man حتبني المجوبة scene تم رؤيته الاي نجي تنزل الاي نجي crossing the road نيجي بعدها برضو المعنى علشان فيه جمل بتعكس المعنى يعني انا بيقولك ايه the i am worried that the manager ان المدير will fire me fire يعني يفصل من الشغل فهنا بيقولك انا الان ان المدير هيفصلني من الشغل فبتقول i am worried انا الان about being fired ان انا سوفصل by the manager افكركم worry about فيها حرف جر احنا قلنا المجهول بعد حروف الجر يعامل كمجهول اللي هو being والتصريف التالت تمام فهنا كده اديت نفس المعنى بس بنيت الجملة للمجهول لكن i am worried about firing the manager كده ده معلوم انت كده انت الان انك انت اللي هتفصل المدير هذي غلط ولا i will be fired لسه افصل بايزة manager لغاية هنا صح لكن لو ما كانش قاله is worried الذي يكون قلقان الان المدير تمام طبعا طيارنا كده ايه ام بي لان انت اخترت ايه بس i expect برضو قبل ما نبدأ تعالى نراجع على قانون expect انت عندك expect يا توقع بيجي بعدها ذات جملة والجملة لازم تبقى فاعل ولول مصدر لانها تعتبر التوقع من دلالات الفيوتشر واكسبكت لو جي بعدها شخص expect مفعول ممكن طول مصدر طبعا ايه لو انبرت المجهول بي expect طول مصدر هتفضل زي ما هي يبا انت عندك تلات قوانين لاكسبكت تذكرهم لان طبعا expect من الافعال المحورية في المناجي بتاعنا طيب تعالا معايا بقى كده i expect that انا اتوقع انه هيساعدني انت قانون expect الاولين فاعل ولول مصدر طيب ابني المجهول he is expected هو متوقع he is expected او القانون اللي تحت i expect him to help صح لكن i expect him to be helped by me لا ده انا اللي هساعده يبقى ايه انبي بس هيال صح فقانون الادفانسد هو بيخوفك بالعنوان لكن هو مفوش اي فكرة الادفانسد ما هو غير اه اللعب بشوية افعال اللازمة والمتعددة he never lets himself هو لا يسمح لنفسه اه ان يقع في اه الخدع او يغدع اه طب انت عارف ان الفعل يقع ده فعلي لازم السيدة مالوش مجهول فانت عارف اولا ان خلينا نبدأ الاول قبل ما نبص الفول لت بيجي بعدها مصدر بدون تو يبقى انت فول غلط عشان متصرفه وتو فول غلط عشان فيها تو فعندك فول معلوم وبي فول مجهول اقولك ان فول فعلي لازم يبقى لا تسمح لنفسك ان تقع فيه مش توقع one الانسان should never allow برضو اللاو بيجي بعدها تو المصدر يبقى ان اختيرنده الغلط type to control وto be controlled واحد معلوم والتاني مجهول يبقى ترجم الانسان لا يجب ان يسمح لنفسه ان يتم التحكم فيه يبقى to be controlled people are relieved زمن الجملة مضار يبقى اول حاجة تستبعد الماضي ماضي غلط caught غلط was being caught غلط تمام طيب هنا بقى ترجمتك الشعب او الناس مرتاحين عندما او نيفر اي وقت اكريمنا المجرم يقبض ولا يقبض عليه يقبض عليه ها سكوت كنت عايزة بين يبقى دي غلط يبقى gets caught قولتلكوا gets caught بتساوي is caught تمام الجملة اللي بعدها whenever معناها عندما او اي وقت my son does something wrong he become afraid الاول afraid بتاخد حرف الجر of حروف الجر عموما بيجي بعدها اي نجيف المعلوم being التصريف التالي في المجرم نترجم يعني انا كده هنبصل of punishing of being punished نترجم بقى لما ابني بيعمل غلطة بيصبح خائف من ان يعاقب يبقى of being punished طيب the old man الرجل العجوز رأى ولا تم رؤيته يعبر الطريق المزدحم تم رؤيته فعندك is being seen has been seen الفعل سي من افعال الحواس ما بينحطش في الاستمراء يبقى has been seen تعالوا بقى نراجع على القناة احنا كده حلينا بعيد عن الجملة انت لسه مفكرك في الصفحة اللي قبل كده ان c لو جي بعدها مفعول مصدر b c المصدر بتقلب طول مصدر لو انت شفت كل الحدث اتمنى ان انت تركز في الميستيكس بتاعتك بتاعت المجهول وتتبع النصيحة بان انت تمشي الاول على ترجمة فعلة ولا فعلة وبعدين بعدها هندور على القانون والعلامة الزمنية يعني هتبدأش بالقانون الاول ان شاء الله باذن الله هنعيد عليه تاني في grammar unit 7 وربنا يوفاكم اشتركوا في القناة